واهلا بكم في فيديو جديد ومعكم نامسكت ايفن والنهاردة معادنا مع ريفيو جديد بين ريفيوهات عائلات البرفان ورجعنا ليكو تاني وحشدوني بانا كتير قوي ما اتكلمناش على البرفانات الجديدة اللي نزلة معينا مؤخرا عودون حميد النهاردة معينا العيلة بتاعت سوفت ماسك وبرفانة ايفن سوفت ماسك وايفن ليلي سوفت ماسك قبل نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب يلا بينا تعالوا اقولكم رأيي في يوم اين زي ما انتو شايفين النهاردة هنتكلم عن اا عائلة سوفت ماسك والمتوفر معنا في الوقت الحلي وهي البرفانة بتاعت ايفن سوفت ماسك اا للأسف البرفانة بتاعت ايفن ليلي سوفت ماسك بطلت تنزل وزي ما انتو شايفين كده هو مرسوم عليهم اا ورود والباكتجينج بتاعتهم فيها رئة كده وانوسة ودي العلب بتاعتهم من برة بتكون جاية من الشركة ما عليهاش سوفان النوع دوت من البرفيمز بيكون اودو طايلت مش اودو بيرفيم ولكن في واحدة فيهم سبتها عالي جدا 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 تعالوا نتكلم على كل واحدة على حدة بس انا حبيت ان انا افرقكم على شكل العلب بتاعتهم وكمان اا شكل الازايز بتاعتهم هما شبه بعض جدا اا ولكن عليها ورد لونه روز لكن عليها ورد لونه موف ده الفرق ما بينهم في الشكل لكن نفس اا الغطا ونفس بتاعت الازازة الازازة اا قيمة الازاز بضحها اا تقيل اما فيما يخص الروايح فدي حاجة ودي حاجة تانية خالص دي في الشرق ودي في الغرب اا تعالوا نتكلم سوا بقى عن كل برفينا فيهم على حدة وتعالوا نبدأ بالسوفت ماسك لان هي اللي متوفرة معينا في الوقت الحالي وبعد كده هكرنهالكم بالليلي سوفت ماسك انا كنت عملت عنها ريفيو قبل كده اا بس احكلم عنها بشكل سريع واقول لكم انو فيهم عجبتني اكتر ومين اللي يشتري سوفت ماسك ومين اللي يشتري ليلي سوفت ماسك لو توفرت معينا تاني ان شاء الله عن قريب يلا بينا نبتدي الريفيو بتاعنا واول برفيوم معينا النهار ده وهي ايفون سوفت ماسك والبرفينا دي كان بقى لها كتير قوي ما بتظهرش معينا وظهرت معينا مؤخرا لان في بنات كتير بتحب ريحتها ودايما ايفون لما بيكون في طلب على برفينات بقى لها فترة كان بتنزل وبطلت تنزل والناس تطلبها تاني فايفون تستجيب لرغباتهم وبالفعل من البرفينات اللي ظهرت معينا مجددا هي البرفينا بتاعت ايفون سوفت ماسك البرفانة دي ريحتها ورد ريحتها قوية جدا فيها مسك حاجة بسيطة ريحتها فواحة جدا بشكل رهيب ولكن انا حسن هي مش ريحتها برفان قد ما ريحتها معطر جو يعني مش ده البرفان اللي انا رشه ريحته صباحية كده فيه نسيم الصباح فيه ريحت الصباح ولكن ريحته قوية ونفاذة جدا تعالوا نشمها سوا كده تاني اه ريحته قوية 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 انا كنتم تخيلان هو هادي الصوفت ليلي اه اللي صوفت ماسك هادي لكن الصوفت ماسك قوي يعني ريحته ظهرة يعني بمجرد ما بتروشيه كده اه انا عايز اقول لكم ريحت المكان اللي انا قاعدة فيه اه كلها بقت ريحت البرفم ريحته فواحة 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 اه بشكل اه قوي جدا تعالوا اقول لكم كده اه مكوناته ايه اه الا عطر دوت مكوناته المسك والورد والفانيليا والتوابل والياسمين اه انا شمه في ايه بقى بشكل قوي اه ريحت الورد بينا مش شمه ريحت فانيليا قوي اه طبعا فيه برضو ريحت الياسمين بس برضو مش بشكل قوي اللي باين اوي 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 في البرفم ده هو ريحت الورد اللون وروز عارفين هو زي ما هو مرسوم عليه اوي كده يعني تحسوا ريحة ورد اللون وروز بتحسوا ان هو معطر جو اكتر ما هو يعني مش حاجة ان انا ارشها وانا خرجها لأ دي حاجة ان انا ممكن ارشها اعطر بيها مفروشات اعطر بيها الغرفة بتاعتي اعطر بيها البيت لكن كبرفم لا انا مش شايفين هو يعني بيرفم من الاتراز التقيل او من العيار التقيل اللي هو حاجة رشها كده وامشي اللي هو يعني ناس تقول لي الله 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 لا لا يعني هو لا يستحق اصلا كلمة بيرفم يعني عشان بس ايه مش عايزة الناس تزعل مني يعني عشان فيه بنات ممكن تكون بتحبه بس احنا متفقين ان لو لا اختلاف الازواء لبارة السرع واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية يعني احنا حابا يبقى وكل حاجة بس انتم متعاودين مني ان انا بقول رأيي دايما بصراحة فده كان رأيي في اه البيرفم بتاع سوفت ماسك سبيته عالي جدا رغم انه هو اودو تايل زي ما قلنا في بداية الفيديو اه ريحته فوح جدا قوية جدا ريحته ورد اه صارخ يعني ورد 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 بشكل واضح جدا مصريح يعني ورد ورد اه اما انا كبيرفيوم لا انا ما استخدمهوش انا كنوها يعني انا ما استخدمهوش كبيرفيوم خالص ابدا نتكلم بتا عشان في ناس بتحب كلام بتا دي انا عموان دايما بحب اقولها في الفيديوز التعطي دايك ده كان رأيي في البرفم بتاع ايفن سوفت ماسك تعيلوا بقى انقرنوا بالليلي سوفت ماسك واقول لكم انو فيهم انا بحبه اكتر وطبعا هو باين من قبل ما اقول لكم ان اكيد اللي لي سوفت ماسك حبيته ابتر رغم ان هو برفان هادي وانا مش من عشاق البرفانات الهدية انا بحب البرفان القوي الفواح ولكن هو ريحته اه فيها هدوء اه جميل كده اه مناسب للاوقات اللي انتي حابة ان انتي تحط فيها ببرفم مش لازم يكون فواح ولا اه في ناس البرفانات القوية بتعمل لها اه صدع فده مناسب للناس اه اصحاب الازواء البرفانات الهدية تعالوا يلا نتكلم عنه بالتفصيل واقول لكم مكوناته زي ما انا قلتلكو هادي هدوء اللي اللي عارفين اما يكون الدنيا بالليل خالص وما فيش اي صوت طالع وما فيش اي حس فيه هدوء كده اهو البرفان ده بالنسبة لي هادي هدوء الليل فيه زهرة اسمها زهرة الليلي الزهرة دي معروفة ان هي من اجمل الزهور اللي اه ريحتها فيها هدوء حتى عندنا برضو بابل باس بريحة زهرة الوايت ليلي ريحته بتمتاز بالهدوء جدا وبرده ده كان من مفضلاتي فيما يخص الابل باس ريحت بقى ليلي صوفت ماسك هدوء اه وفيه ريحة جميلة يعني تروشي كده تحسي بان انت مبسوطة حاسة بهدوء يعني عايزة تهدي اعصابك روشي من البرفيم ده هو مش سباته اللي هو بقى تمشي كده تفواح يمين وشمين لا هو هادي فواحين ومتوصب ولكن ريحته روعة بجد روعة من البرفانات اللي حبتها جدا في فئة البرفانات الهدية بنسبة لي لان احنا عندنا برفانات هدية بحبها جدا في ايفن من البرفانات دي بور بلانكا عندنا برضو في حاجات كتير هي تندرك تحت الفئة دي يعني تندرك تحت فئة البرفانات اللي بتمتز بالهدوء والفواحين المتوسط والريحة اللي بتهدي الاعصاب يعني سميها برفانة هدوء الاعصاب تابعا كده اي رأيكم تعالوا اقول لكم مكوناتها مكوناتها هتظهر قدامكم على الشاشة عشان الناس اللي مش هتبقى عارفة اسماء الحاجات دي ايه تبقى عارفة شكلها مقدمة العطر هو وخر صنبل المياه والفريزيا وزهر القطيفة قلب العطر زنابق البيضاء وزنابق الوادي والفاوية وعادة العطر من المسك والفانيليا واخشاب الكشمير مكونات البرفان كلها حلوة وكلها واضح ان هي ظهور جميلة ورقيقة ومن هنا بتيجي رئة البرفان ده وجمال ريحته ريحته باين فيها المسك بوضوح الناس اللي بتحب المسك الابيض او ريحة المسك الابيض هتحب ريحته جدا مع طبعا الفريزيا والزنابق البيضاء والزنابق الوادي النوتات دي او المكونات دي مرت علينا في البرفانات اللي معظمها بيمتاز بالهدوء فده كده كان رأيي في البرفانتين بتاعت ايفون صوفت ماسك وايفون ليلي صوفت ماسك اتمنى ريحتها جميلة مش قادرة قوم ريحتها انا حطاها على ايدي عشان خاطر بحب اشم ريحتها كل شوية لو لاحظتوا الصوفت ماسك انا راشتها في الغطة لاني انا ما بس تحملش ريحتها انا بس يعني في حاجات انا لازم اجربها عشان اقدر اصفلكوا ريحة ايه لكن انا ما اقدرش هرش منها على جسمي ولا على هدومي لان ما اقدرش ان انا شم ريحة دي كل شوية ممكن تسبب لي صدع وممكن تسبب لي كمان دوخة يعني البرفانات لها تأثير قوي جدا علينا احنا المفروض بنجيب البرفان اللي حسن من حالتنا المزجية او المتناسب مع زقنا ما نحطش اي حاجة طبعا مش متناسبة مع زقنا او تسبب لنا نفور فالبرفان لو انا نفسي مش حباه اكيد المحيطين بيا مش هيحبوه اا لو انا نفسي مش حاسة بثقة وانا حتى البرفان وحاسة ان انا مميزة بان انا حتى البرفان دوت اا اكيد الاحساس دوت هينتقل للاخرين وفي الاول وفي الاخر حبه برضو اكد ان البرفانات دي ازواء ولو لاختلاف الازواء لبرة السلع عايزة رأيكو تحت فيه التعليقات طبعا اللي جرب السوفت ماسك يقول لي رأيه واللي عنده اللي لي سوفت ماسك من زمان برضو اا يقول لي رأيه طبعا البرفانة بتاعت السوفت ماسك اللي محبيها وعشاقها متوفرة معينا اا في البروشور حاليا سواء اا في بروشور في براير وفي مارس ان شاء الله هتكون متوفرة معينا بشكل دائم فاللي حابب يطلبها يكلمني على الرقم الموجود اعلى الشاشة على الواتساب عشان يطلبها مني او لو حابب انه هو يعمل العضوية ويستفيد بالعروض الموجودة في البروشور ومجلة الاعضاء وكمان يستفيد من العروض الداخلية بتاعت الاعضاء وقال السعر شحنا على مستوى جمهورية مصر العربية برضو يكلمني على الواتساب على الرقم الموجود اعلى الشاشة اما الحابب يطلب اي حاجة من على الجروب عندي سواء سوفت ماسك او غيرها لان الليلي سوفت ماسك مش متوفرة معينا في البروشور مش متاح عندي غير القطعة دي والقطعة دي بتاعتي انا استخدمي انا الشخصي فيقدر يخش على الجروب بتاعي واللينك بتاعه في اول تعليق مثبت وكمان فيه صندوق الوصف واسمه هيظهر لكم على السكرين يقدر يخش يعمل سرشة على الاسم على الفيسبوك ويعمل طلب انضمام وينضم العلتي الجميلة زي ما هو موجود كده ومنضم العلتي الجميلة الموجودة على اليوتيوب ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب واشوفكم فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات احلى على خير باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة